اشتركوا في القناة وانما ايضا تقديم المشورة السليمة لفريق التحرير الذي يتكون بشكل رئيسي من الصحفيين الشباب وبالاعتماد على خبرته كمؤسس لأول قناة تلفزيونية خاصة في الجاد ذكر جوغلتا ارمان باهمية المعايير الاخلاقية والمهنية من خلال الاصرار على جودة العمل وخلال الزيارة اعرب السيد جوغلتا ارمان عن تقديره للجهود التي بذلتها قناة مانارا للإذاعة والتلفزيون كما اعرب عن رقبته في احداث قنوات تلفزيونية اخرى تساهم في اثراء المشهد الاعلامي الوطني مهنئا القائمين على قناة مانارا للإذاعة والتلفزيون على اضافتهم المميزة الزيارة التي قام بها مستشار الاتصال والاعلام لدى رئاسة الجمهورية جانباي جوغلتا ارمان الى مقار الراديو وتلفزيون مانارا ستعمل على زيادة التعاون وتشجيع مبادرة وسائل الاعلام المحلية كما تصلت الضوء على اهمية التوجيه والدعم المهني للشباب في هذا القطع ترجمة نانسي قنقر